تاريخ الفكر السياسي نبدأ مباشرة بمقدمة للموضوع نقول فيها أن الاشتراكية الطبوية مفهوم نشأ في أوائل القرن 19 يتصور مجتمعا مثليا يقوم على مبادئ المساوات والعدالة الاجتماعية والملكية الجماعية على عكس الاشتراكية العلمية التي ظهرت لاحقا مع مفكرين مثل كارل ماركس وفريدريك انجولز تركز على الاشتراكية الطبوية بشكل أكبر على الجوانب الأخلاقية للمجتمع بدل من التحليل الاقتصادي والمجتمع التاريخي العلمي من ناحية أخرى ظهرت الأحزاب الاشتراكية كمنظمات سياسية تدافع عن المبادئ الاشتراكية ضمن الأطر الحكومية القائمة تهدف هذه الأحزاب إلى تحقيق أهداف اشتراكية مثل إعادة توزيع الثروة حقوق العمال الملكية العامة للصناعات الرئيسية من خلال وسائل السياسية إذن مخاطط العرض سيكون مبني على أساس المحاور الآتية واحد الاشتراكية الطبوية ثانيا الحركات الاشتراكية في أوروبا تتمثل أهداف تعليمية لهذا الدرس فيما يلي تمكين طالب مفهم أساسيات الفكر السياسي بين أساس تحليل إصر بلد الطالب في مجال الفكر السياسي توضيح عوامل نشأة وتطول الفكر الاشتراكي بشكل عام وتوضيح كيف سهمت الطبوية والاشتراكية أو الحركات الاشتراكية في أوروبا في تطور مسار الفكر السياسي بشكل عام نبدأ أولا بالمحور الأول الاشتراكية الطبوية عوامل ظهور هذه الاشتراكية الطبوية أو المثالية أو الخيالية أولا ظهور الرأسمانية الصناعية ونظام المصانع في أوروبا حولت الثورة الصناعية الاقتصاديات الأوروبية من الزراعة إلى الصناعة وظهرت المصانع لتحل محل الطرق الإنتاج التقليدية وفي حين أدى ذلك إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي فقد أدى أيضا إلى ظروف عمل قاسية وساعات عمل طويلة وأجور منخفضة للعمال وبيئات غير أمنة لعمال المصانع كذلك ثانيا التحذر والفقر أدى نمو المصانع إلى جذب الناس من المناطق الريفية إلى المدن مما أدى إلى إنشاء أحياء فقيرة كثيرة مزدحمة تعاني بأعداد كبير من الناس ومن سوء الصرف الصحي والإسكان غير المناسب وأدى هذا التحذر السريع إلى ارتفاع معندلة الفقر والمرض والاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية والبطالة وما إلى ذلك كذلك تحديات النظام الاجتماعي التقليدي شكل صعود الرأسمالية بشكل صارخ الصناعية أيضا تحديا للنظام الاجتماعي التقليدي شعرت الطابق العامل المتنامي بالاستغلال المتزايد من قبل أصحاب المال الأثرية أصحاب المصانع وبدأت قوة الطابقة الأرستقراطية في الانخفاض سعى الاشتراكيون الطباويون إلى إنشاء نظام الاجتماعي أكثر عادلا وأنصافا رد على هذه التفاوتات كذلك من أهم العوامل مثل التنوير وصعود العقل تأثر الاشتراكيون طباويون بمثل التنوير وبفلسفة التنوير التي ازدهرت إبانا تلك الفترة بالعقل والتقدم والحرية الفردية لقد اعتقدوا أنه من خلال تطبيق العقل على المشاكل الاجتماعية يمكنهم تصميم مجتمعات مثالية خالية من الفقر وعدم المساواة الآن ننتقل إلى أهم أفكار الاشتراكية الطباوية بشكل نعم واحد التنظيم الاجتماعي القائم على الجادارة والخبرة تصور أنغيدو سان سيمون من أهم الاشتراكيون طباويون مجتمعا تحكمه نخبة علمية العلماء والصناعيين الذين استخدمون معرفتهم لتحقيق التقدم المجتمعي ويعتقدوا سان سيمون أن نظام الجادارة هذا من شأنه أن يحل محل عدم المساواة في النظام الاجتماعي التقليدي ويخلق مجتمعا عادلا مزدهرا أي أنه تخيل مجتمعا تعيش فيه أو يتحكم فيه نخبة القوم من العلماء والصناعيين وهو فقط عبارة عن تخيل فقط لذلك سميت بالاشتراكية الطباوية كذلك ثانيا اقترح شغل فغي إعادة هيكلة جذرية للمجتمع تماما إلى مجتمعات مكتفية ذاتيا تسمى بالكتائب وستكون هذه المجتمعات التي تضم عدة مئة من الأشخاص مبنية على التعاون والعمل المشترك يعتقد فغي أنهم من خلال موأمة مهام العمل والأنشطة الاجتماعية ما المشاعر والمواهل الفردية فإن الكتائب من شأنها أن تعزز الانسجام والإنتاجية كذلك دعا روبرت أوين وهو رجل صناعي بريطاني إلى إجراء إصلاحات لتحسين حياة عمال المصانع كان يعتقد أن أصحاب المصانع لديهم التزام أخلاقي بضمان رفاهية العمال ونفذ أولا فعليا سياسات تقدمية في مصانعه في أسكتلندا مثل تعليم أطفال العمال وساعات عمل أقصر وتحسين الإسكان أظهرت هذه التجربة إمكانية وجود مكان عمل أكثر إنسانية وإنتاجية كذلك وصف إيتيان كابي رؤيته لمجتمع طباوي في روايته فوياج أونيكاري كانت إيكاريا لهذا المفكر المبني على المساواة والملكية المشتركة للممتلكات والمعيشة الجماعية مستوحى من يوتوبيا خيالية غير موجودة في الواقع وحول إنشاء مستعمرة طباوية في تكساس في الواقع ولكنها كانت عبارة عن تجربة فشلة من أهم أعلام الاشتراكية الطباوية كذلك جوزيف بيار بغودون وشخصية مهمة في تاريخ الفك الاشتراكي بشكل عام على رغم من أنه اختلف عن الاشتراكيين الطباويين في بعض النواحي الرئيسية من أهمها التبادلية دعوته إلى التبادلية والإدارة الذاتية للعمال دعى بغودون إلى نظام يسمى التبادلية حيث نظم العمال أنفسهم في جمعيات التعاونية ستتحكم هذه الجمعيات في وسائل الإنتاج وتتبادل السلع والخدمات بشكل مباشر مما يلغي الحاجة إلى الرأس ماليين الباحثين عن الربح كان بغودون يؤمن بنظام اقتصادي لا مركزي يعتمد على الإدارة الذاتية للعمال والتبادل العادل فيما بينهم فقط ذلك نقد الملكية الخاصة والدولة وبينما ترفب غودون بقيمة ملكية على نطاق صغير فقد قال مقولته الشهيرة إن الملكية هي السرقة كان يعتقد أن الملكية الخاصة وسعة النطاق وخاصة ملكية الأراضي تركز وتركز الثروة وسلطة في أيدي عدد قليل من الناس شيء سلبي مما يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية كما انتقذ بغودون الدولة معتقدا أنها تديم هذه التفاوتات وتخنق الحريات الفردية وعمما كان لهؤلاء الطوبويين تأثير كبير على الفكر الاشتراكي بشكل عام أولا كان الاشتراكيين الطوبويين رغم عدم تحقيقهم لمجتمعتهم المثالية تأثير كبير من حيث كشف مشاكل الرأسمالية الصناعية أولا من حيث تأكيد على التعاون والعدل الاجتماعية بين الطبقات العمالية خاصة وكذلك ألهمت ألهم هؤلاء المفكرين الاشتراكيين المستقبليين خاصة كارل ماكس وفريدريك أنجلز ومختلف الاشتراكيين الحركيين كذلك ننتقل الآن للمحور الثاني الذي يعتبر غاية في الأهمية وهو دراسة الحركات الاشتراكية التي ظهرت في أوروبا والتي حاولت أن تطبق الفكر الاشتراكي الذي سندرسه مع كارل ماكس وفريدريك أنجلز ومع الاشتراكيين الطبويين كذلك ودرسناه مع الاشتراكيين الطبويين الذين حولوا تطبيق هذه الأفكار في الواقع مثلا كان ليون طروتسكي أولا من أبرز الاشتراكيين الحركيين كان ليون طروتسكي شخصية بارزة في الاشتراكية الثورية في القرن العشرين ارتبطت حياته وأفكاره ارتباطا وثيقا بصعود وسقوط الاتحاد السوفيتي لما ترك إرثن دائما للفكر الشيوعي والسياسة الدولية ولد ليف دافيدوفيج في يانوفكا أوكرانيا جزء من الامبراطورية الروسية في ذلك الوقت وكانت حياة طروتسكية المبكرة غارقة في الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في أواخل عصر القيصري انخلط في السياسة الثورية أثناء دراستي القانون في عوديسا وانضم إلى الحركة الاشتراكية الديمقراطية الماركسية المعارضة للنظام القيصري من القائد البولشوفي إلى مؤسس الجيش الأحمر شارك تروتسكي بنشاط في ثورة 1905 الفاشل والنفي اللاحق لقد انحز للفصيل البولشوفي بقيادة فلاديمير لينين داخل حزب العمل الاشتراكية الديمقراطية الروسي أثبت مهارة تروتسكي تنظيمية وتفكيره والاستراتيجي أنها لا تقدر بثمن خلال الثورة البولشوفية عام 1917 وبعد نجاح ثورة لعب دورا محوريا في تأسيس الجيش الأحمر هو الجيش الذي عرف به الاتحاد الصوفيتي بعد ذلك القوة العسكرية التي دفعت الجمهورية الصوفيتية خلال الحرب الأهلية الروسية نواصل مع تروتسكي ومختلف أفكاره وحياته بعد ذلك دخل في سراع مع السلطة القائمة بعد وفت لينين عام 1927 انخرط تروتسكي في سراع مارير على السلطة مع جوزيف ستالين الذي خرج منتصرا في النهاية تنبع هزيمة تروتسكي جزئية من الضريط حول الثورة الدائمة التي دعت إلى ثورة اشتراكية مستمرة خارج روسيا ومن ناحية أخرى كان ستالين يفضل اشتراكية في بلد واحد مع تركيز على تعزيز سلطة صوفيتية داخل حدودها بعد طرده من الحزب الشيوعي في عام 1927 قضى تروتسكي بقية حياته في المنفى من أهم أفكاره أثرت أفكار تروتسكي حول الثورة الدائمة وتوسع الاشتراك الدولي بشكل كبير على الفكر الشيوعي كان يعتقد أن نجاح ثورة روسية يعتمد على إثارة الثورات الاشتراكية في جميع أنحاء العالم الأممية كما أكد تروتسكي على أهمية الديمقراطية العملية داخل المجتمعات الاشتراكية وهو المفهوم الذي تعرض مع حكم ستالين الشمولي وأن الحرب والثورة مستمرين وليس مؤقتين ولرغم من نفيه واغتياله فإن انتقادة تروتسكي لستالينية والتزامه بالمثل الاشتراكية لا تزال تلقى صدر لدى المفكرين والاشتراكيين والشيوعيين اليوم ننتقل كذلك إلى مفكرة غاية في الأهمية كذلك خوزة لكسونبورغ التي تمثل التيار الاشتراكية الديمقراطية السائد ولكن في ألمانيا خاصة إذن دعوا العديد من الاشتراكيين الأوروبيين مثل إدوارد برانشتين في ألمانيا إلى إجراء إصلاحات تدريجية داخل نظام الرأسمالي القائم وأعتقدين أنه يمكن أن يتطور إلى مجتمع أكثر إنصافا غير أن لوكسونبورغ عرضت بشدة هذا النهج الإصلاحي وجادلت بأن الرأسمالية كانت استغلالية بطبيعتها وغيروا قادرتنا للإصلاح الحقيقي ولا يمكن تحقيق تغيير دائم إلا بالإطاحة الكاملة بالنظام من خلال ثورة اشتراكية حقيقية لذلك قامت بتأسيس رابطة سبارتاكوس حيث شاركت مع كارل ليب كينخت وأخرين في تأسيس هذه الرابطة وهي مجموعة اشتراكية راديكالية في ألبانيا عرضت الحرب ودعت إلى ثورة اشتراكية وشاركت في ثورة 1918 حيث لعبت دورا بارزا في هذه الثورة الألمانية التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى وأدت ثورة إلى تنازل إمبراطور الألمانية على العرش وتأسيس جمهورية فيمار وقامت بعد ذلك بتشكيل حزب الشيوعي الألماني حيث تطورت رابطة سبارتاكوس إلى الحزب الشيوعي الألماني في أواخر عام 1918 وكانت لوكسنبورغ وليب كينتر من الشخصيات الرئيسية في انتفاضة سبارتاكوس في يناير 1919 وهي محولة لتأسيس جمهورية اشتراكية في ألمانيا غير أنه في 15 يناير 1919 وليقية القبضة على لوكسنبورغ وليب كينتر من قبل الوحدات شبه العسكرية اليمينية وتم قتلوهما لاحقا من أهم أفكار روزا لوكسنبورغ أولا العمل الجماهيري مقابل حزب الطالعي فلاديمي لينين والبلاشيفا كان لينين زعيم الفصيل البولشوفي في روسيا يؤمن بحزب طالعي من الثوريين المحترفين الذين يقودون الطبق العاملة نحو الثورة غير أن لوكسنبورغ انتقدت هذه الفكرة بشدة وجدلت بأن الطبق العاملة من خلال الإضرابات والاحتجاجات الجماهيرية كانت لديها القدرة والقوة على قيادة الثورة بنفسها وكان من شأن حزب مركزي نخبوي أن يخنق مشاركة العمال ويؤدي إلى دكتاتورية بيروقراطية كما أن لوكسنبورغ عارضت الحرب العالمية الأولى مثلها مثل تروتسكي مثلا إذ نهضت النزع العسكرية ونظرت لوكسنبورغ إلى هذه النزعة أي تمجيد القوة العسكرية كأدات من أدوات الرأسمالية للسيطرة على الطبق العاملة وصرف الانتباه عن الصراع الطبقي الحقيقي كذلك نظرت أن هذه الحرب تمثل القوى الإمبريالية والقوى الرأسمالية وبأن هذا التنافس إنما هو تنافس على المستعمرات خاصة العمال كوقود للمدافع رأت بأن هذه الحرب إنما يعتبر العمال الأوروبيين ومختلف مناطق العامل هم بمثابة الوقود الذين يتم استعمالهم في هذه الحرب كذلك دعت مثلها مثل تروتسكي إلى الأممية مقابل قومية وقالت بأن هذه الحرب شكلت ظهور للنزع القومية بين الدول أو نزع الوطنية بين الدول فيما دعتها إلى الأممية وإلى اتحاد العمال في كل مناطق العالم كذلك اختلفت مع لينين كثيرا روزا لوكسنبورغ مثلا أيد الاشتراكيون مثل لينين حق تقرير المصير القومي مما سمح للقوميات المضطهدة دخل إمبراطوريات بتشكيل دول مستقلة وأيدوا الفكر القومي الوطني ونظرت لوكسنبورغ إلى القومية على أنها إلهاء للصراع الطبقي الحقيقي كما ذكرنا سابقا وكانت تعتقد أن العمال من جميع العالم يتشاركون عدوا المشتركا هو الرأسمالية أما المفكر المهم الآخر فهو فلاديمير لينين كان فلاديمير لينين شخصية بارزة في التاريخ الروسي وكان معروفا بأفكاره الثورية وأنشطته الواقعية الحقيقية دارت أفكار لينين حول الماركسية والاشتراكية داعيا طبق العامل الاستيلاء على السلطة من خلال الثورة وشدد داعا أهمية وجود حزب طليعي لقيادة البروليتاريا نحو المجتمع الاشتراكي وفي الحياة الواقعية لعب لينين دورا حاسما في الثورة البورجوفية عام 1917 في روسيا والتي أدت إلى إنشاء الاتحاد الصوفيتي وكان بصفته يعني زعيمة للحزب الاشتراكي الاشتراكي الديمقراطي في روسيا الذي كان يتزعمه إبانا تلك الفترة كذلك نفذ سياسات مختلفة مثل تأميم الصناعة وإعادة توزيع الأراضي كذلك وضعت قيادة لينين لأساس لنظام شيوعي في روسيا وشكلت مسار تاريخ القرن العشرين ويتميز تراث لينين بإساماته في النظرية الماركسية ودوره في تحويل روسيا إلى دولة اشتراكية كخادمة للموضوع يمكن أن نقول في النهاية أن الاشتراكية الطوبة ويابر رؤيتها لمجتمع المثالي القائمة على مبادئ المساوات والتعاون ألهمت أجيالا من المفكرين والناشطين لتصوره هيك المجتمعات بديلة ومع ذلك فإن عدم جدوها وانفصالها عن الواقع لإقتصاده حد من تأثيرها على التغيير الاجتماعي الأوسع ومن ناحية أخرى برزة الأحزاب الاشتراكية كلاعبين سياسيين براغماتيين حقيقيين يدافعون عن المبادئ الاشتراكية ضمن الأطور الحكومية القائمة ويلعبون أدورا حاسمة في تعزيز حقوق العمال ويعادة وزيع ثروة والملكية العامة لصناعة رئيسية في حين قدمت الاشتراكية طبوية بوصلة أخلاقية ومعنوية قدمت الأحزاب الاشتراكية سبولا عملية لتنفيذ الإصلاحات في الواقع وهذه قائمة بأهم المراجع التي تم الاعتماد عليها في أعداد هذا الدرس في الختام نشكركم على حسن الإسقاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر